أهلا بكم من جديد مشاهدنا قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش تمكن من صد 12 هجوما للقوات الروسية خلال الساعات الماضية في مقاطعتي دونتسك واللوغانسك وأكدت الهيئة أن الجيش الروسي يركز جهوده على الأعمال الهجومية فاتجاه مدينتي باخموت وافديفكا ووفقا للهيئة العامة شنت القوات الروسية خلال الساعات الماضية هجومين ساروخيين على أهداف مدنية في منطقة زابوروجيا كما نفذت 41 غارة جوية و28 هجوما بأنظمة صاروخية على مواقع القوات الأوكرانية أبرزها في مدينة خيرسون قال الأمين العام لحلف الناتوين ستولتنبيرغ أن الحلف حاول تول السنوات إقامة علاقات بناء مع روسيا ولكن بعد مهاجمتها أوكرانيا لم يعد ذلك ممكنا وضف ستولتنبيرغ أن الحرب في أوكرانيا لم تبدأ في فبراير عام 2022 بل بعد ضم روسيا للقرم عام 2014 مشيرا إلى أن الناتو ليس طرفا في الصراع لكنه يدعم كياذ في الدفاع عن نفسها وقد أكد ستولتنبيرغ في وقت سابق أن الحلف سيزود أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي جديدة لمواجهة الهجمات الروسية محذرا من أن روسيا تشكل تهديدا مباشرا لأمن الناتو في المقابل قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف في رده على تصريحات حلف الناتو إن من الضروري تجنب أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية عقب انتصار كبير في خيرسون والوقوف مباشرة أمام أبواب القرم في مجابهة الجيش الروسي يبدو أن الأوكرانيين عازمون على التقدم فقط مع بعض المساعدة الغربية الدبابات والصواريخ والطائرة فعلى مدى يومين من المباحثات يقرر حلف شمال الأطلسي اليد الضاربة للغرب تزويد أوكرانيا بمنظومات دفاع جوي جديدة لمواجهة الهجمات الروسية وذلك بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس استيتنبرغ الذي قال إن الحلف سيواصل دعم كييف حتى تنتصر في الحرب إن الخطوة الطارئة الآن هي دعم أوكرانيا حتى تنتصر في الحرب وإذا لم تنتصر كدولة ذات سيادة فإن عضويتها في الحلف لن يكون لها معنى هذا كله مطلب كييف على الدوام أعطون الأدوات وسننهي المهمة حال الأوكرانيين مع تجديدهم مؤخراً على معرفة نوايا القادة الغربيين في أوكرانيا والحديث هنا عن الموجودين في واشنطن في وقت تتضارب التحليلات حول جهود الولايات المتحدة في الحرب الطاحنة التي يرى فيها البعض أنها سعي دؤوب فقط لرؤية روسيا ضعيفة إلى الحد الذي لا يمكنها فيه القيام بأشياء مثل الغزو عبر معارك نصف طويلة على خساب كييف الرئيس بوتين يظن أنه إذا رفع تكلفة الحرب فسوف يتخلى العالم عن أوكرانيا ويتركها تدفع عن نفسها لكن استراتيجيتها لن تكون مجدية في المقابل يكرر وزير الخارجية الروسي سيرغي الأفروف على مسامع أعضاء الناتو وعقب اجتماعهم الختمي التحذير من مغبة القيام بأي عمل من شأنه الدفع نحو مواجهة مباشرة قائلا إنه من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط إذن في الوقت الذي تدفع القوى الغربية نحو الشد على يد الأوكرانيين يقول محللون إنهم أيضا يجب أن يتذكروا جيدا أن المبرر الذي دفع بوتين لغزو أوكرانيا كان ببساطة ما وصفه وقتها برد الأخطار على الأمن القومي الروسي من خلال أي تقدم للحلف الأطلسي نحو أوكرانيا قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن حلف الناتو تخلى عن تعهداته ودفع بمعدات عسكرية قرب الحدود مع روسيا وضف أن الغرب رفض المقترحات الروسية لوقف توسع الناتو والموافقة على وضع أمني خاص لأوكرانيا حاولنا حماية الوضع الأوروبي الأطلسي من التدهر إلى اللحظة الأخيرة في ديسمبر من العام الماضي قدم الرئيس بوتين مقترحات جديدة بشأن الضمانات الأمنية ومسودة معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة وكذلك مسودة اتفاق بين موسكو وحلف شمال الأطلسي الناتو وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على أوروبا كلها وليس ألمانيا فقط وأن منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تخضع للسيطرة واشنطن وأنها فقدت فرصة العودة إلى ما دعاه طريق صحيح إنهم يريدون إبقاء روسيا خارج أوروبا وقد استعبدوا أوروبا بأكملها لم يأخذوا الألمان فقط تحت سيطرتهم ولكن الاتحاد الأوروبي بأكمله لذلك بعد نهاية الحرب الباردة لم تختفي فلسفة الهيمنة والمزايا الأحادية الجانب يضم إلينا من كييف مرسلنا إياد ستيتية ومن موسكو مرسلنا سعد خلف أهلا بكما وأبدأ معك إياد ستيتية من حيث تطورات الوضع الميداني في أوكرانيا مواصلة القصف في كل من لوجانسك ودونيسك وخيرسون وحتى محطة زابوروجيا النووية وكذلك استمرار سفرات الإنظار أطلعنا على جديد الوضع الميداني لديك إياد نعم سونيا قبل نحو 15 دقيقة من الآن أعلنت السلطات الأوكرانية زوال خطر محتمل من ضربات صاروخية روسية حيث دوت صفرات الإنظار قبل نحو ساعتين أو أكثر بقليل معلنة عن وجود تهديد جو يتجه نحو العاصمة كييف سونيا فيما يتعلق بالمستجدات الميدانية بحسب بيان الأركان العام الأوكرانية لا يزال القصف مستمر على جبهات خاركيف دانيينسك لوهانسك وأيضا على الجبهة الجنوبية تحديدا في مقاطعة خرسون تحاول القوات الروسية تحت غطاء المدفعية ودبابات باختراق الخطوط الدفاعية على العديد من المحاور في الجبهة الشرقية وتحديدا في محور بخموت وأيضا في محور الليمان كوبيانسك لكن القوات الأوكرانية تقول بأنها لا تزال تحافظ على مواقعها وأنها تصد أو أنها صدت اليوم أكثر من 12 هجوما قامت به القوات الروسية على مختلف المحاور على طول خط التماس فيما يتعلق بالجبهة الجنوبية وتحديدا في مقاطعة خرسون تقوم لا تزال القوات الروسية ومنذ أسبوعين تقوم بقصف المواقع الأوكرانية على الضفة اليمنى من نهر أدنيبر ولهذا قامت السلطات الأوكرانية بعمليات إجلاء للمواطنين من البلدات والمدن المحيطة بخرسون إلى مناطق آمنة وخاصة إلى مقاطعة خميلنيتسك أيضا هناك ما جاء في البيان أيضا أن القوات الروسية تعمل على تعزيز خطوطها الدفاعية في هذه المنطقة على الضفة اليسرى من نهر أدنيبر وأيضا تقوم باستقدام وحدات إضافية إلى هذه المنطقة ولا يزال القصف مستمرا منذ منذ 24 ساعة الماضية هذا فيما يتعلق بالمستجدات الميدانية في مقاطعة خرسون ومقاطعات لوهانسك ودنيينسك وخاركف هناك أيضا حديث يجري حول العمليات العسكرية في منطقة أو في شمال مقاطعة لوهانسك حيث قال مدير الإدارة العسكرية في هذه المقاطعة الأوكراني سيرهي هايداي بأن القوات الأوكرانية تحاول أو تواصل تقدمها باتجاه محور كريمنايا السباط وأنها هناك تدور معارك شرس ما بين القوات الروسية وقوات الأوكرانية تحاول القوات الروسية منع التقدم على هذا المحور في شمال مقاطعة لوهانسك نعم شكرا لك أياد ساعد خلف من موسكو ساعد هناك تبادل اتهامات بين سولتنبرغ والافروف الذي رد وقال بأن من الضروري تجنب أي مواجهة عسكرية بين القوات النووية ماذا يقصد لفروف هل هو يهدد الناتو وكذلك كيف ينظر لتصريحات سولتنبرغ الذي قال بأن روسيا تشكل تهديد مباشر لأمن الناتو مساء الخير سونيا بالفعل المجهد اليوم يعود بنا إلى الوراء إلى المواجهة الأولى أو اللحظة الأولى التي انطلقت فيها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي بررها الجانب الروسي بأن هناك تهديدا حقيقيا وجوديا من جانب حلف الناتو الذي لم يستمع ولم يصغي للمخاوف والشواغل الأمنية لروسيا عندما تقدمت بمقترحاتها لضمانات الأمنية لروسيا وكذلك المقترحاتها لصياغة هيكل الأمن في الفضاء الأوروبي فتعامل الغرب تعاملت الولايات المتحدة تعامل الناتو تعامل المجتمع الأوروبي بتجاهل أو باستخفاف مع هذه المطالب الروسية فاضطرت روسيا حسب التصور الروسي إلى الدخول في هذه العملية العسكرية اليوم نرى أن جملة من التصريحات بل لنكون أكثر دقة من التهديدات والاتهامات المتبادلة التي جاءت على لسان وزير الخارجية سرقيل الأوروف في المؤتمر الصحفي الذي كرسه ليكون متوازيا مع انعقاد جلسة أو اجتماع وزراء خارجية خريات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي عقد في لوتس البولندية والذي حالت بولندا دون مشاركة الوزير الأوروف فيه باتهامه لحلف النتب وأنه بات يقترب أكثر فأكثر ليكون طرفا بل اتهمه بأنه بات طرفا مباشرا في الصراع الروسيا الأوكراني عبر امداد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الفتاكة وعدم توقفه عن ذلك بل ومخالفة الوعود التي أطلقها منذ البداية بأنه لن يكون طرفا في هذا الصراع واتهم الأولايات المتحدة تحديدا بأن مدربيها العسكريين موجودين في أوكرانيا وأنهم من يديرون المعارك ويخططون المعارك بل ويوجهون إطلاق الصواريخ والقضائف الأوكرانية التي تستهدف المناطق التي تسيطر عليها روسيا أو من تقصدهم روسيا بالسكان بالمقابل الملعامل حلف نيتو قال أنه لا يريد أن يكون هناك صداما بين روسيا والنيتو لكن روسيا لا تصدق ذلك وتقول بأن هناك خطر اندلاع مواجهة بالأسلحة التقليدية بين البلدان التي لديها ترسنات نهوية ما يضعنا على حافة مخاطر جمع في مجال الأمن الدولي نعم سعد خلف مرسل تيبزيون العربي كنت معنا من موسكو شكرا جزيلا لك وشكر أيضا لمرسلنا في كياب إياد ستيتيا